بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. حلق بالفيديو اليوم سأشرح كيفية حفظ ملف اكسل بكلمة مرور. في عندي ملف اكسل العام من موجوده وعلى الهدى كبير من الحسابات فحابب احفظها الملف بكلمة مرور عشان ما يقدر اي شخص يدخل على هذا الملف ويعطى على هذا الملف. حلق شاناك سأضعه كلمة مرور لملف TxV عشان ما يقدر أي شخص يدخل على هذا الملف ويعمله تعديل. ضغطة تقديم ملفوا رح نقطع في الزر القوام الموجود Bulma مع خواهر الملف على خيال اسمه الملف على الشكل التالي فنكبص الآن به أبر الاستيقان إلعتي خيال رح لديك خير اسمه المعلومات فنكبص عن كلمة معلومات خيال اسمه حماية المصنف على الشكل التالي ونكبص على السهم علي كلمة المصنف سنكبص عن السهم تقديم سير لديك أربع خيارات سنختار اسمه التشفير بchoك معمل يتوجدام مدربك حسابنين يوجدام كلمة مرور نقطع ال 1000 ما conjunق ب Bing يطلب مني من قبل كلمة تضع الملف بعد مضاعم بالمonte يطلب مني التمروج على كلمة المرور اعطي موافق احمل لób semi باللغة اخرى احمي موجود في عنويض سوف أرى هل المستند سيطلب مني كلمة مرور او لا سوف أحفظ الملف سوف أحفظه بسطح المكتب سوف أرى هل الملف سيطلب مني كلمة مرور او لا بالنسبة لأهذا هو الملف الـ Excel الذي سيحفظه بكلمة مرور سوف أرى هل سيطلب مني كلمة مرور او لا سوف أدب لك فمثل المشافين عندي هو أم يعطيني على بيانات مشافره يطلب مني حصر عشان افتح هذا الملف يطلب مني دخل كلمة مرور عشان افتح الملف هل سوف أدخل الكلمة و أعطي موافق وبهذا الطريقة صار انفتاح عندي الملف بكلمة مرور هذه كانت الطريقة بكل اختصار كيفيني أحفظ ملف أقفل ملف الـ Word ملف الـ Excel بكلمة مرور هلأ الفيديو ان شاء الله سوف يكون انتهى ونشوفكم بالفيديو القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته